طفران ما عندك فلوس ما همك الشرف كثير خش علي ورح اعطيك خطة جهنمية هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي ايش زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح اعلمكم كيف تسرقون القطار بشكل كامل وتحققون ارباح ضخمة وايضا بدون اي شرطة وايضا بدون اي باونتي يعني الفلوس اللي راح تطلع بها من القطار راح تكون لك بنسبة مية بالمية وارباح لك بنسبة مية بالمية طبعا قد نزل الجزء اول من هذه السلسلة اللي هو سرقة القطار لكن كان في باونتي وكان في شرطة هذه المرة بدون لا باونتي وبدون اي شرطة فيلا نخش في المقطع طيب اول شي راح تتوجه للبوست اوفيس او صورة الرسالة في الخريطة ورح تروح عند هذا الشخص ورح تاخذ لك التذكرة للقطار الى مدينة الانس بيرك طبعا راح تجيك مجموعة من القصص ومجموعة من الكاتسينز على ان القطار قاعد يمشي انه يصلك الى اخرهم ما علينا انتظر الين ما توصل للمدينة لما توصل للمدينة كل اللي عليك انك تغير مكانك يعني اذا كنت في هذه المقطورة روح لمقطورة اخرى بعدها راح تزبن بين اي كرسيين والان كل اللي عليك انك تحط البندانة او القناع تمام عليك وبعدها خليك زابن بين الكرسيين الين ما يمشي القطار ويتحرك من مدينة انزبرغ تمام يعني الحين كل اللي عليك انك تزبن ولين ما يتحرك القطار طبعا خليك متأكد انك يعني معاك سلحتك في ظهرك سلاحك في جيبك سلاحك الماقنوم الفردين كلهم معاك وايضا اول ما يتحرك القطار لا تنسى انك تصفر لحصانك عشان يجي معاك في السرقة الاحترافية طبعا القطار في هذه الحالة لما يمشي يعني راح يمر بعدة مناطق وعدة سكك حديدية لكن حنا في منطقة معينة راح نبدأ خطوتنا الفعلية لسرقة القطار القطار بكل بساطة راح يخش في مكان مظلم او نفق مظلم وهناك حنا راح نبدأ تحركاتنا الجهنمية لما تحس انه القطار بعد عن مدينة انسبرغ كل اللي عليك انك تطلع فوق القطار زي ما تشوفون في القيم لي واقعد نقز بين المقطورات الين ما توصل للمقطورة اللي قبل السواق بوحدة يعني او بثنتين يعني همشي انك قرب من السواق عشان اول ما يخش النفق المظلم نداهم تمام يعني اللي صار قبل شوية انه لما تحس القطار ابعد شوية عن مدينة انسبرغ كل اللي عليك انك تطلع فوق القطار وتقرب من القطار عشان اني جهز للسرقة الاحترافية طبعا الان القطار جدا جدا قرب من النفق فحاولتنا بقدر الامكان اني اقرب من سائق القطار عشان اصيده اول ما يخش النفق زي ما تشوفون النفق قدامنا الان انتظر الين ما السائق يخش وسط النفق وتحس انك وصلت لنص النفق راح تبدأ في الخطوة الجهنمية الاولى اللي هي راح تقتل السياد السياد راح تقتل السواق بعدها راح نوقف القطار زي ما تشوفون في الجيم بلاي جلدناه في راسه جلدة واحدة ركبنا القطار ووقفنا بعدها راح تبدأ السرقة الاحترافية طبعا فيه اربع حراس او ستة حراس تقريبا في القطار كل اللي عليك كخطوة اولى جهنمية انك تقتلهم بعدها راح نبدأ التكتكة موسيقى موسيقى لما تقتل الحراس الان راح تبدأ فيه تجميع الاغراض او التلويت طرى في بداية القطار راح تكون فيه مجموعة من الاغراض القيمة على سبيل المثال ممكن تحصل مجوهرات او ساعات ذهبية يعني راح تحصل اشياء قيمة وضخمة او ممكن تحصل مشروبات يعني هذه المنطقة فيها مجموعة من الاغراض الدسمة حاول بقدر الامكان انك تجمعها كلها طيب اذا والله فس فسط المكان مصبوط الان راح نبدأ في تهديد الركاب عشان يعطونا المبالغ اللي عندهم عشان تهدد الراكب راح تأشر عليه بالسلاح بعدها راح تضغط مثلث راح يخاف ويتوتر وراح يعطيك جميع ما يملك طبعا حاول بقدر الامكان انك تهدد جميع الركاب واحد وراء واحد هددهم كلهم عشان يعطونك المبالغ كلها طبعا حاول بقدر الامكان ايضا انك تكون شديد ما تكون حنونة وانه وسلوبك راخي شد عليهم عشان يعطونك مبالغ عالية يعني بين فترة وفترة يعني اطلق في الجو واطلق في الارض عشان يخافون ويعطونك مبالغ اكثر لما يشوفونك حنون وابو كلب كذا يدونك ثلاثة دولار اربعة دولار ويسلكونك لكن لما تكون جامد عليهم راح يعطونك ثمانية دولار تسعة دولار وانت طالع كل واحد يعطيك تسعة دولار والله مرة حلوة ترى ايضا عندك اربع مقطورات كل مقطورة راح يكون فيها ركاب فحاول بقدر الامكان انك تستجوب او انك تهدد الاربع مقطورات كلها تمام عليك يعني عندك اربع مقطورات حاول بقدر الامكان انك تستجوب الكل عشان يعطونك مبالغهم يعني بعضهم راح يعطوك فلوس وبعضهم راح يعطوك فلوس اقلادة بعضهم يعطوك فلوس ومجوهرات طبعا بعد ما تخلص الهو الاربع مقطورات في مجموعة من الغرف او المقطورات اللي حطينها زي المخازن او زي الاغراض حق الركاب برضو ترامح تحصل مجموعة من الاشياء ممكن تحصل مشروب ممكن احيانا تحصل مثلا مجوهرات فيعني يخذ لك لفة هنا وممكن تحصل شيء يعجبه طيب خلونا نخش في الدسم الدسم من جد مو الدسم اللي مو من جد لا الدسم المليان صح القطار راح تكون فيله خزنتين وكل خزنة راح يكون فيها فلوس وراح يكون فيها اغراض ذهبية او اغراض قيمة عشان تفك الخزنة لازم تستخدم لها ديناميت والديناميت اذا ما كان عندك يعني ترى تقدر تشتري من عند الفنس اللي يشتري منك الذهب تشتري من عنده ديناميت بعدها راح تبدأ الفشخة زي ما تشوفون راح يكون فيه مبالغ مالية شوفوا عشرين بعدها كمان ارباط عشر بعدها كمان يعني اثنى عشر يعني تقريبا سبعين دولار على بدون ما تتعب يعني بلاش بدون باونتي وبدون شرطة بعدها ايضا الخزنة الثانية بنفس الطريقة راح تستخدم الديناميت وراح تنفك معاك الخزنة كل اللي عليك انك تاخذ اللي فيها كذا يكون انت اخذت الخزنتين بنجاح تحسي بخلصنا لا باقي تونا بدينا ترجع مرة ثانية نفس الركاب وتقتلهم الله ليه صالح تقتلهم انت شرير مرة تقتلهم عشان تلوتهم كمان يعني راح تحصل معاهم لوت زايد يعني ما اعطوك اياه كامل يعني انت ما كنت شديد ولا حاجة فيخبون شوي بجاهبهم فاكل اللي عليك انك تقتلهم وترجع تلوتهم مرة ثانية راح تحصل معاهم مبالغ ومجوهرات يعني شوف هذه معاهم جوهرة ذهبية والثاني معاهم فلوس والثاني معاهم جولد ناكتس او قطع ذهبية فانت مخير في النهاية يعني انك مثلا تفك الخزنتين وتمشي احد بكيفك يعني ما تقتل الركاب لكن اذا كنت شيطان وشرفك في الارض ادعس وجههم دعس واقتلهم ولوت وجمع الفلوس وحللهم صح فتلخيصا لي هردة القطار كامل اول ما تبدأ بفشخة القطار راح تقتل الحراس بعد ما تقتل الحراس راح تبدأ تلوت المنطقة الاولى بعدها راح تخش على الركاب تهددهم تحت هديدة سلاح ورح يعطونك ما يملكون بعد ما تخلص الركاب راح تروح للخزنة بعد ما تروح للخزنة راح ترجع للركاب وتقتلهم وتلوتهم لا تنسى ايضا ان عندك اربع مقطورات وخزنتين حاول انك تاخذها كاملة بالنسبة للهروب الكبير اذا كان حصانك موجود كل اللي عليك انك تركبه وتهرب الهروب القوي وتهبك وتروح تطلع ببرا النفق لكن اذا حصانك ما جاء معاك الله يعينك تمشيها كعابي الين ما تطلع من النفق لكن زي ما قلتلك من البداية صفر لحصانك عشان يجيك طيب خلونا نتكلم شوية عن الارباح بشكل مفصل وبشكل يعني دقيق تمام اول ما خشينا القطار كان معانا 1200 دولار تمام طلعنا من القطار ومعانا 1450 هذه 250 دولار تمام وعندنا غير مجوهرات المجوهرات نقول نقول كحد عدنا راح تجيب لنا 150 دولار هذه صفيت لنا تقريبا تقريبا 500 دولار بدون اي سعب وبدون اي باونتي وبدون اي قروشة صافي ارباح طبعا هذه كحد ادنى ممكن مجوهرات يعني تجيب لك 250 مثلا وتصفى لك مثلا 600 دولار يعني هي على حسب الركاب وعلى حسب الاشياء اللي يعطونك اياها طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لا يجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يالله سلام عليكم اشتركوا في القناة